مفاجأة مدوية في قضية حادث الشيخ زايد أعلن محامي كريم الهواري المتهم في دهس أربع طلاب في حادث الشيخ زايد الشهير والمتهم أيضا بتعاطي المواد المخدرة أعلن محامي الإفراج عن موكله بموجب عفو طبي بعد قضاء نحو عامين في السجن وكانت بداية القصة في يوم 12 ديسمبر 2021 عندما دهس كريم الهواري ولمن لا يعرف هو ابن رجل الأعمال الشهير محمد الهواري صاحب سلسلة هايبرون الشهيرة حيث دهس أربع طلاب كانوا في طريقهم إلى منازلهم وكانوا ركبين سيارة أحدهم وكان كريم الهواري راكب عربية فارهة بيزيد تمنها في وقتها طبعا أربع مليون جنيه وكان بيسير بسرعة عالية جدا على حسب كاميرات المرأبة وعلى حسب شهادة الشهود في شارع النزهة بمحيط النادي الأهلي بالشيخ زايد واستضم بالسيارة اللي كانوا ركبين فيها اللي كانت ماركتها هونداي أكسل مما تسبب في انقلاب سيارتهم وتسبب في وفاتهم مما يكون بريئا أنا يوسف ربنا يجعلني سبب يا حبيبي اني حقاك يرجع انسا والثلاثة اللي معاك اني ده أصر واحد فيكو يسوع عشر هولي بولاده بفلوسه بملايينه ويا هولي بقولك ولدنا في السراصير يدفع ليهم ولدنا في السراصير ونحك للآخر قد بيانت التحقيات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة التب الشرعي أثبت ان العينات المأخوزة من كريم الهواري أصفر عن احتواءها على وجود مواد مخدرة وكان قد أمر النائب العام السابق بحالة كريم الهواري إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما أسند إليه من التهمات منها ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير طاعات المادة المخدرة المشار إليها ومادة أخرى مسكرة دون مراعاة المسافة بينه وبين سيارة المجن عليهم فصدمها من الخلف متيحا بها فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم فضلا عن اتهامه بجنح أخرى أكد دفاع المتهم تصالح أهالي الضحايا مع موكله عقب دفع الدية وعلى الرجم من ذلك صدر الحكم بمعاقبة كريم الهواري حضوريا حيث صدر حكم أول درجة من جنايات الجيزة في 4 يونيو 2022 بمعاقبة كريم الهواري بالسجن 3 سنين وتغريمه 50 ألف جنيه في القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها وتجاوز السرعات المقررة ترجمة نانسي قنقر